انا ادبوا لو كيضربوا بيه الناس باش ميديروش لقانون لا لا رحصة البناء لا والو يعطوهير شو مش وبنيوه فيي يجعلوها عبرة كما يقال لمن يعتبر وبيها باش كيضربوه الناس خرين باش يسكش يمكنش حق فاد البلاد واعطوه لها السيدة دوا واشوفهم من حق السطين واشوفهم حق الطعيف وورا بزاق شنا يما عتي باع مساطير اخرى بغيت غين اعرف مشيت لاند رئيس المعكامة كان وجهني دا الموليل حسن الدكي وكان طلبك اللي يجازيك بالخير واللي ملاتبك ويحفظ لك صحيحتك السلام عليكم لان اليوم جيت عند سيموليل حسن الدكي عند رئاسة النيابة العامة على حسب ديك الشيكاية اللي درت ديك اللي فشارجوج الحمدلله جاوبني حالي الشيكاية ديالي عند المفتشية العامة ديال الوزارة الدقيلية الله يرحم ليهم الوالدين اللي قاموا تهوما قاموا بالبحث ديالهم سيفطر رسالة للعمالة مشيت كنسول كيف كان الجواب ديال العامل؟ الجواب ديال العامل كان كله كدو لا واشد العامل الجديد ولا العامل القديم؟ لا العامل القديم راشيد بن شيخي هو اللي ثاني على الجواب ديال وزير الداخلية وانا اللي كان عارف انه وزير ما خصكش كدب عليه يعني الناس ديال السلوطات ما خصكش كدب عليهم والناس السلوطات خصهم المصداقية انا ساكنة في طابق العلوي ودير اللي ساكنة في طابق السفلي هذا وهو واحدة الجواب الثاني بانه اه مول الضار هو اللي ساكن في العلوي مول الضار كان ساكنة في السفلي ودابه هو ساكنة في مراكش ما بقاش كيسكنت ما في مولاي براين هو اللي تعوض، قال لي انا تعوض قال لي انا متعوضش وكاتبين بانه هو تعوض انا ما عرفش دابا انا ما عرف شكونوا اللي كيكدب وش هو أو السلطات اللو عم لم تكن لخص التعوية أنا متضرة أنا كارية لا يا كجيت للجنة لجنة اللولة لم تعد دخل عندي لكارية الجنة الثانية دخلت الجنة الثانية دخلت الجنة الثانية دخلت لقات الأدراء لقات كين ننشي شوقوق وقتل ما كيهضروش ما بغوش يهضرو معايا أمم وتنوريك نقول لي ها انت الشوقوق لحد البودرة شقنا 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 ما دواج قال لي يا تتيدي لي غارها كابيدي وخرج ما جاوبنيش هل شد المعكة ضدها دف موليبراي لحقاش أنا عندي أصلا عندي شيكاية قبل لأنه كنت بنيت شاكية بالسلطات كلها لا أنا أنا مشي ضد السلطات ولا ضدت شي حدا أنا شاكية بيهم لأنهم داروا خلقات برئيس الجامعة والتقني ايه ايه ولكن تلا قدام الشيخ كل شي شد معك ضد كل شي أنا كنصحاب لي واش هما كيديروا خدمتهم اللي كنتفاجأ في الأخر كل شي كدوب كل شي ضدي لأنه درت البلان أنا بغيت نبني واحد دويرة درت البلان درت القانون قالوا لي احنا غادي نوريوك القانون كيفاش كيددار القانون ما خاصكش تديرو تمام بديك البلاد أنا دابوا لوك يضربو بيهم الناس باش ميديروك القانون لا لا رحصة البناء الاوالو يعطوا هير شو ومشوا بنيوه يعني جعلوك عبرة عبرة اللي حقاش في الأخر في الأخر كان كتأشف كان واحد تماما دير البلان وعليش يلزموا لي انا درويش ان دير البلان وكنت فاجأ بيال لا جات ربع ساعة ديالشتاء هبطت الساس هدماته كله تشقق ودابا مليجا الزنزال كمل وملي بغات اللجنة تحصي قالوا لي غان مشوا معاك لهذا الدرق تيومات الدرق كينا في نزاع راييه في نزاع في المحكامة ورا دير الشيكاية عند النيابة العامة دابا بديت البنيه من 2013 وانا باقي كان طلعوا نهبط وهو جلح هاد الزنزال اللي الحمد لله هو نيق مونيع ما بجوش لانه وجده بزز من الناس يديروا البلان ويديروا رخصة ويديروا كل شيء انا قدرته بمية وستين الف وقول مليون باش تقام عليها مجوش ضالات اللي قزين خلص السلام عليكم ورحمة الله صراحة انا وكبت مع السيدة جميع مراحل ديرها الدعوة السيدة طرفوها في المحاكم توهوها في المحاكم وفي داريس ديال المحاكم كلها السيدة مع دورا مسكين اراها متتعاني من رجليها ردرت واحد العملية جراحية على رجليها السيدة تبعت القانون من البداية هي كتبع القانون من البداية درت البلان درت كروكي درت اسميم درت كل شيء درت كل شيء يعني خسرت على ذاك واحد دويرة اللي كانت على صندوق كيسميه صندوق وطابله وستاسه هذا يعني ما يقارب سبعات المليون في اخر المعطاف يعني كان اللي كانت يغش شاول طاشرون واللي كانت يغش في البناء وفي مواد البناء ولانه اعطال فلوس كثيرة بزاف ضب هاد المرأة هذي تاهت وتابني ليهم ومومل ذاك السلطات ويتعاون معهم والفساد المستشري في مولاي إبراهيم وبعد شكل كبير تاهت مسكنه في المحاكم كله وانا من 2014 وانا كنجري معها من 2019 أناوي لكن هي من 2013 من بعد جهز زلزل ريب لي حتدك الصندوق اللي كتا ريبت تدك الصندوق مسكنه ريب لي هالزلزل كل شيء ريب ليها تدار اللي كانت كاريها وهي كارية في طبق العلوي يقولون لي أنت ساكن في طبق الصوفلي وانا مشي للدار وعينت المكان بالصور بكل شيء ومع ذلك سيكذبوا عليها فهي يجعلوها عبرة كما يقال لمن يعتبر وبها باش يضربون ناس خرين باش يسكتوه ما بغيروش يعطيوها الحقوق ليلا لان كانت تواجده امام حئاسة النيابة العامة امنا في الله سبحانه وتعالى وامنا في مولاي الحسن الدكي ناس النيابة العامة انه ياخد حق هذه المسكينة بصراحة انا تظلمت بشكل كبير جدا تظلمت هناك شي حق في هذا البلاد اعطى ولاية السيدة بصراحة مجهلة وليس شكاية المولاي الحسن الدكي حالها على وزارة الداخلية ووزارة الداخلية حالتها على مفتشي العامة حالتها على العمل العامل كذب صراحة انا اتهم العامل السابق بالكذب وارجو من العامل الجديد والطاوصي لما اعرف طاوص يعني ارجو انه يصحح المسار دي لها ويخلي حق دي لها صراحة دمية فانية من مضلوم دعوته تستجاب ليس بينه وبين الله حجاب منهم من اخذ الله له الى لاحقه منه منهم لمن ما زال ينتظر بركة ولا اقول ان مولاي إبراهيم فيه فساد كبير جدا كبير كبير جدا الى كان السيد وزير الداخلية اظنه جاد جاد صراحة جاد في احالة مجموعة من الملفات على القضاء اكثر من 30 ملف بغيتوا يلتفت لها المنطقة ويشوف حجم الفساد اللي فيها ابتداء من المقدم الشيخ فما فوق والسلطة المحلية والجماعة والبلدية كل شي متواطئ على الفساد كل شي متواطئ البيع والشراء والسيدة دي ما استفدت شمتن دك 2500 درهم رأى المحسنين اللي كي يصرفوا عليها كانت بخيرها وبخميرة ولكن جزازة دمرها فشو ما عليكم في هذه البلاد هذي حشو ما ولكن شي حق اعطوا لها السيدة هذي وبركم هالضن واتقوا الله لا حول ولا قوة إلا بلا أنا كان بودين نبان في الفيديو ولكن أنا اللي شد الكاميرا وكان وجهها السيدة لا حول ولا قوة إلا بلا العلي العظيم لأنك شي كلمة عندي كلمة ما عارش وش رادين نخلط الأمور ما عرفتهاش أنا مدخليني دابة في المحكامة لأنه كان خاصهم يديرهم وخالفة دي اللي بني دارهم معينة وقالوا لي يسيري المحكامة ربحت الدقوة في الأول ورجاءوا الإصلاح واش الساس مكينش وداروا له حكموا له بالإصلاح وملي جاء الإصلاح مصلحش والمنفيد كتب بي أنه صلح وما حضرش المنفيد في داك النار دي الإصلاح وملي دعيت المنفيد قاليه ووكي المالك ميمكنلكش تدعي لأنه مونفيد مفويد مفويد ميمكن ليش ندعي مونفيد ميمكن ليش ندعي عندما أنا غادي نمشي أنا بغيت نعرف عيه عندما غادي نمشي وميمكنش لي ندعي الناس كلهم لأنه حتل بنا يقالي يجري طوالك بنا يقالي يجري طوالك بعد المفهم المفويد من اللي يخرج ما حضرش النار دي الصلح ورغم أصلحش غطى الشوقوق ومشيت لعند رئيس المحكامة ما قالي عاودي الدعوة عاوتها وخرج ليه خابير اللي كيكتشف بأنه تسس ما كانش لأساس لحديد لحتى شي حاجة ودابا ديري ليه رفض الطالب الدعوة لأنه بيت في الدعوة في الإصلاح ورمكي لا إصلاح لوالو حين تبته في الدعوة الأولى اسمعتوه المشاهدين الكرام أنا وليس كم نحفظ شوية القانون أنا معرفش هذه السيدة عانت بزيف أنا معرفش القانون أحفظته هذه رأمي ما قريش وما عرفش القانون لوالو ولكن أحفظته أحفظته بقوة ما أحفظت الأحكام أحفظت في المحقين كله من 2014 وحشومه وشوفهم الحق الطعيف شنا يما أتيبع مساطير أخرى بغيت غين أعرف مشيت لعند رئيس المعكامة ووكل ما لي قتله شنا هو شنا هو أتيبع مساطير أخرى قالوا لي تبعد نفيد ربعات المنفيدين اللي خرجوا التحاجة مكينة ربعات المنفيدين اللي خرجوا التحاجة مكينة وقالوا لي يستان فيه ودبر بحعة وثاني الدعوة اللي كاي يقولوا لي نديره وكنديره مكنار بنتحاجة كانت فاجأة بالمحامي يا لي عطاني أوراقية وقال يا سيد الله يعاونك بيت وجاتي رسالة المالكية نعم ودرت حقيق وكان سمع بفرنسا يقولوا شي واحد اللي هو ميت أنه مغزعين كانت دعم عشي حد ميت ايه اه اه هو تحد مميت اللي كانت دعم معهم حتى حد مميت من اللي ما ربحتش الدعوة في المحاكمة طراموا لي على بلادي وداروا كاريار كاريار كيتسمى قلت ليهم مقلعة الحجارة يقول يا شنا هي مقلعة الحجارة قول أختي كلمة أخيرة نداء الله تبارك وتعالك بكيتهم حقق قبل ما تجي جنيع تخضيف ديمن ديمن وانا علش رجعت لأنهم مجاوبوني هاد الناس وحترمتهم ورجعت بزاف بزاف ماشي شوية بزاف فرحت أنا فرحانة وفرحانة باد المؤسسة فرحانة اللهم أمين يا ربي أمين يا ربي أمين رانا جيت معاونيني كان وجهني هذا المليل حسن الداكي وكان طلبك اللي يجازيك بالخير ويحفظ لك صحيحة ويحفظ صحيحة جلالة كمالك نصر الله أنا بغيت حقي أنا بغيت غير حقي ما طلبتش كتر من حقي ولكن تكنت تسال هاد الناس شي حق أنا بغيت اتخاذ فيها ديروا لي يتحقيق ودويوا معايا وخاكت جيل جنة تحد ما يهضر معايا باش نعطيه الوطائق ونعطيه الصور ونعطيه كل شي الله رحم لكم الوالدين شوفوا فينا وانضروا لنا الوجهة لله أنا راجيت من مولي إبراهيم ومعاونيني الناس اللي هو معاونيني على الركبة وعلى كل شي نحمد الله ونشكره ربي ما كيستش عليها الباب ولكن بغيت انا سكنة كما الناس فرحانين غي يخدوا سكنة انا بغيت سكنة ديالي انا اللي خلصة فيها الواجيبات ومخلصة الروخصة والبلان وجوج دالاز قلت لي قالوا يلا خلصي جوج دالاز 80 ألف 40 ألف دالة الله رحم الوالدين اشتركوا في القناة